أحمد سأبدأ معك من القدس أحمد دراوشة وأشير إلى الأخبار العاجلة التي ترى اتباعا والآن نتابع خبري يرد عن يديعوت أحرانوت التي تقول عن مصادر بأن إسرائيل لم تبلغ بتعليق المفاوضات خبر آخر أيضا قبل قليل كان نقلا عن رويترز يتحدث عن مصادر مصرية بأن محادثات التهديئة في غزة توقفت حتى تظهر إسرائيل جديتها لم نفهم بالضبط المقصود من هذا الخبر نقلا عن رويترز بالفعل فسرت هذه التصريحات التي أوردتها وكالة رويترز في وسائل الإعلام الإسرائيلية باعتبارها إعلانا من مصر عن توقيف أو تعليق المفاوضات خلال الفترة المقبلة صحيفة دعوت أحرانوت نقلت عن مصادر إسرائيلية أمرين الأمر الأول وهو الذي أشرت إليه رولا أن إسرائيل لم تتبلغ حتى الآن رسميا من الوسطاء بالتعليق المفاوضات والأمر الثاني أن هذا الأسبوع كان من المفترض أن يشهد مباحثات رفيعة المستوى في العاصمة القطرية الدوحة يشارك فيها رئيس الموساد والوفد الذي شارك في المفاوضات السابقة حتى الآن مصير هذا الاجتماع ليس واضحا بالنسبة لإسرائيل وسائل الإعلام إسرائيلية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن جدوى الأعمال المفاوضات هذا الأسبوع لم يتغير لكن ما أوردته رويترز وما تحدث به مسؤولون مصريون خلال الدقائق الأخيرة خلال أقل من الساعة الأخيرة فجأ فاجأ الإسرائيليين على ما يبدو الذين يقولون أنهم لم يستلموا أي رد من حركة من الوسطاء حتى الآن يفيد بتعليق المفاوضات هذا الأمر طرح كثيرا خلال الساعات الماضية عن تأثير هذه المجزرة أو حتى اغتيال محمد رضيف في حال لو صح ذلك على سير المفاوضات تقديرات المسؤولين الإسرائيليين كانت تشير إلى أن المفاوضات قد تتضرر إسرائيل قد تتضرر على المستوى التكتيكي خلال الفترة القريبة المكبلة نتيجة لتضرر المفاوضات لكن يدعي مسؤولون إسرائيليون أنه على المدى البعيد فإن مجزرة اليوم هي في صالح الإسرائيليين نذكر أن هذه المجزرة جاءت في أعقاب الدعوات من قبل مسؤولين إسرائيليين بزيارة الضغط العسكري على حركة حماس في قطاع غزة اليوم كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن التقدم وهذه أول مرة تكر إسرائيل الرسمية بحدوث تقدم في المفاوضات جاء نتيجة لما سماه بنيمين نتنياهو الضغط العسكري المتزايد في قطاع غزة بعد اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة رفح بالتالي تحاول إسرائيل التأكيد على أن زيادة الضغط العسكري زيارة هجماتها في قطاع غزة ستؤدي إلى تحريك المفاوضات هذا هو السؤال الأبرز وهو التخوف الأبرز لعائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين يعني توضيح صغير أحمد تصريح رويترس فويمة على أنه يتعلق بالمفاوضات حول صفقة التبادل وليس للمفاوضات الأخرى التي تجري في القاهرة والتي تتعلق برفح ومحور فلدلفيا إسرائيل لم تبلغ حتى الآن التصريحات المصرية لم تكن واضحة مئة بالمئة ماذا تشمل وماذا لا تشمل بحسب التصريحات المقتضبة التي وردت من رويترس ربما قد يكون التفسير الذي ذهبت إليه رولا هو التفسير المنطقي لكن لماذا ستعلن القاهرة عن تعليق المفاوضات التي تقوم بالوساط المركزية فيها الدوحة بينما لن تعلق المفاوضات المتعلقة بالترتبات الأمنية جنوبي قطاع غزة والسؤال هو ما المقصود بحتى تثبت إسرائيل جديتها كيف ستثبت إسرائيل جديتها في المفاوضات هل بتعليق عملياتها في القطاع هل بانسحابها من مناطق معينة في قطاع غزة هذه العبارة فضفاضة وغير واضح ليس فقط الاحتلال الإسرائيلي إنما أعتقد لجميع المتابعين كيف سيثبت الاحتلال الإسرائيلي جديتها في المفاوضات وما هو معيار ذلك هذه التفاصيل غير واضحة حتى الآن يمكن أن نستشرف الأوضاع إن كان نعقد اجتماع الدوحة خلال الأيام المقبلة لم ينعقد هذا الاجتماع إن شهدنا تصريحات أمريكية أو مصرية تفيد بتغير في الموقف الإسرائيلي أو بتعهد الاحتلال الإسرائيلي بأمور معينة كل هذه الأمور غير واضحة وإسرائيل تنفي استلامها أي شيء من الجانب المصري